وكل سنة وحضراتكم بألف خير وسلامة وصحة وعافية والسطر وتوفيق إلى الطعاد احنا في شهر كريم ونستعد لشهر مبارك شهر رمضان لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الودود المحب لعبادة جعل لنا مواسم للبر وللخير وللطعاد عشان تكون سبب للطهارة والصفاء والنقاء لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبهنا لضرورة استغلال هذه الأيام والليالي الشريفة اللي احنا مقبلين عليها فعلمنا إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها يعني نتعرض لنفحات الله لعطايا المولى سبحانه وتعالى مواسم مغفرة نجري عليها مواسم الإنسان يطلب فيها الرحمة مواسم يسأل الله يسأل الإنسان فيها ربه سبحانه وتعالى النبي ألف تعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا هناك مواسم كثيرة للطاعات يعني في موسم أسبوعي هو يوم الجمعة الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكباء وفيه موسم سنوي وهو شهر رمضان المبارك وبين هذا وذاك مواسم خير لا تنقطع منها شهر شعبان اللي إحنا فيه وهو شهر رفع الأعمال وشهر تحويل القبلة وفيه ليلة البراءة والغفران نتهيأ في هذا الشهر لاستقبال شهر رمضان المبارك وخير ما ينشغل به الإنسان في هذه المواسم وخير ما يستقبل به الإنسان هذه المواسم الاستغفار الاستغفار ده جلاء القلوب من الأدران ورد عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس قال لربه بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال الله عز وجل فبعزتي وجلالي قال الله عز وجل فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني فالواجب علينا وإحنا في مواسم الخير نتخذ من مواسم الخيرات بدايات لانطلاقنا بدايات للاستعداد لشهر عظيم مبارك زي شهر رمضان وتبقى دي انطلاقة جديدة لتجديد العهد مع الله بين إحنا نلتزم بالطاعات ونداوم على الاستغفار لتحقيق الفلاح في الدنيا والآخرة وربنا ربط سبحانه وتعالى بين الفلاح وبين التوبة قال المولى سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فربط بين التوبة والتوبة من شروطها الاستغفار وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له يعني ما تستعظمش الزنوب ما تقولش أنا عملته وسويته زي حيغفر لي إزاي حيرحمني إزاي أنا قصرت في كذا وكذا وكذا مجرد إنك تعترف بالتقصير وتجأر إلى الله بالاستغفار وتتبتل إليه وتسأله الرحمة والمغفرة والصفح الله عز وجل يحب من عبد التحقق في مقام العبودي الله عز وجل يحب من عبد أن يتحقق في مقام العبودي مقام العبودي اللي هو منتهى الزل مع منتهى الحب أنت متذلل بين يدي مولاك وأنت بتحبه واللي بيحب مش عايز يعني يقع في معصية من يحب أو إنه يديقه أو إنه يغضب منه وبالتالي الإنسان المؤمن يتذلل بين يدي مولاه فيستغفر ربه ويسأله المغفرة ويسأله الصفح ويسأله التوفيق إلى الهدايات وإلى الطاعات والحديث اللي إحنا سمعناه منذ قليل ما فيهوش موساة أو نوع من إطماع الناس اللي هي منهمكة في المعاصي النعمة اللي إنت عايزه وبعد كده روحتوه مش المعنى كده إنما الحديث فيه بيان عفو الله تعالى وتجاوز المولى سبحانه وتعالى عن اللي أذنب اللي تاب جد وده ترغيب في التوبة إلى الله تعالى يعني أنت مهما عملت ومهما كان منك وعدت وصدقت في العودة والتوبة والأوبة إلى الله الله يتقبل منك فهي دي فتح باب الرجاء في قلوب العباد التائبين إلى مولاهم فيتوبوا ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن ربنا سبحانه وتعالى كما يجازي المحسنين بإحسانهم فإنه كذلك يعفو ويصفح عن المذنبين التائبين استغفروا ربكم استغفروا ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا سبحانه وتعالى ما أعظمه وما أكرمه وما أحلمه وما أرحمه فتح لعباده باب الغفران والتوبة والإحسان والإصلاح ومتن عليهم وعلينا جميعا المعنى يكون ذلك إنه امتن على الجميع بمواسم تكفير السيئات بمواسم زيادة الحسنات بمواسم رفع الدرجات بمواسم إقالة العثارات فلنحرس جميعا قبل رمضان على تجديد التوبة بأركنها من إقلاع عن الزم وندم شديد بالقلب وعزم على ألا نعود إلى ذلك الزمب أو إلى تلك الزنوب مع كثرة الاستغفار والتذلل والاعتذار فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من التوبة والاستغفار يقول صلوات الله وسلامه عليه والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة وده اللي إحنا فيه موسم الخيرات فأسرعوا لأنه قد فاز من انتفع بنفحات مواسم الخيرات وخاب من أدركها ولم يغفر له لاستغفر الله